يقول السائل ماذا في قراءة كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله وكذلك كتاب التذكرة للقرطب رحمه الله كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله فيه فوائد كثيرة وفيه أخطاء كثيرة في العقيدة فيه أخطاء في العقيدة كثيرة فلا ينبغي قراءته إلا لطالب العلم المتمكن الذي يعرف الخطأ من الصواب ليستفيد مما فيه من الفوائد ويتجنب ما فيه من الخطأ أما الذي لا يدري ولا يعرف الأخطاء لا يجوز له أن يقرأ فيه وأما كتاب التذكرة للقرطبي فلا أعلم فيه شيئا يمنع قراءته لأنه عن أمور الآخرة وما يجري في الدار الآخرة وفيه تذكير وموعظة نعم مثل كتاب أهوالي القبور لابن رجب كلها للموعظة ولا أعرف فيها أشياء تمنع من قراءتها نعم